استدعت وزارة الداخلية أكثر من 34 ضابطا للتحقيق بقضية حرق مبنى محافظة البصرة ومقارات الأحزاب والقنصرية الإيرانية في المحافظة خلال التظاهرات التي جرت مؤخرا وقال مصدر أمني أن الوزارة شكلت مجلس تحقيقي بحق أكثر من 34 ضابطا في شرطة البصرة بتهمة التخاذل عن حماية مبنى المحافظة والقنصرية الإيرانية ومقار الأحزاب التي تعرضت للحرق خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة مؤخرا ترجمة نانسي قنقر